فريرة المدير الفني لفريق الزمالك حذر مدافعين الفريق من الوقوع في الأخطاء في مباراة بيرامدز اللي هتتلعب النهاردة على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتز اتكلم فريرة مع المدافعين وطالبهم بالتركيز وتفادي الأخطاء في ظل امتلاك بيرامدز مجموعة من اللعيبة الكبار على مدار الخطوط السلسية كمان فريق رجال الكرة الطيرة في النادي الأهلي تم تتويجه باللقب البطولة العربية للأندية في نسختها الواحد واربعين واللي استضافتها مصر على استاد القاهرة وفاز فيها الفريق على النصر البحريني بنتيجة 3-0 في النهائي بحضور الجماهير نروح للتنس نجحت مايار شريف لعبة المنتخب الوطني للتنس في التأهل لربع نهائي منافسات الزوجي في بطولة منتاري للتنس بالمكسيك رفقة السلوفاكية تيريزا بعد ما فازوا على الثنائي الجورجية ناتلا والكندية ريباكا بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة جاءت نتيجة المجموعات كالتقليم 7-6-5-7-10-4 حافظ البطل المصري محمد الجندي صاحب فضية بطولة العالم للكبار على تصدره للتصنيف العالمي للخماس الحديث على مستوى الشباب وفقا للتصنيف الصادر من الاتحاد الدولي عن شهر مارس واستمر الجندي في المركز الأول للتصنيف العالمي برصيد 182 نقطة متفوقا على البطل الفرنسي ليو بوري صاحب المركز الثاني بفرق 43 نقطة ريال مدريد خسر على أرضه وفي وسط جمهوره قدام برشلونة بنتيجة 1-0 خلال المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب سانتياجو برنباو في كلاسيكو إسبانيا في إطار ذهاب النصف النهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي هتتلاهب مباراة العودة بين الفرقتين يوم 5 إبريل الجاي فاز منتخب السنغال للشباب على منتخب بينين بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة كمان اتأهل منتخب نيجيريا لنص نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة بعد فوزه على منتخب أغندا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب هيئة قناة السويس ضمن منافسات ربع نهائي البطولة ويرفع محمد صلاح قائد المنتخب الوطني رصيده لـ 300 هدف في مسارته الاحترافية بعد تسجيله هدف ضد ويرفر هامتون في المباراة اللي جمعتهم على ملعب أنفلد ضمن مؤجلات الجولة السبعة من منافسات بطولة الدور الإنجليزي الممتاز ترجمة نانسي قنقر